البلد كله فضايح، الفساد وينما كان والجمهورية عم تسقط كلنا خدرين كأنه تعودنا على الفساد، كأنه خضعنا للأمر الواقع بلا مرثين برنامج سياسة جديد بيقول لا بحط الأصبع على الجرح بمواقف قوية وأسئلة جريئة من دون عواطف ومصالح من دون كفوف ومن دون خطوط حمر نحن رح نخاسب من التهم نحن رح نخوف وما رح نخاف رح نسأل كل الأسئلة وعن كل شيء لأنه التخدير ممنوع بعد اليوم رح يكون برنامجنا بلا مرثين لبنان على مفترق طرق إما تطبيق الأرار 1701 والسلم أو لا تطبيق للـ 1701 والحرب لحد اليوم الحظوظ متساوية والفرص متعادلة حزب الله منه بعيد عن أجواء التفاوض متل ما عبر بخطابه الأخير السيد حسن ناصر الله أما إسرائيل فعم تستدرج الحزب إلى حرب ربما لأن الحرب هي خشبة الخلاص لنتانياهو من أزماته الكبيرة والكتيرة بهالوقت الحرب بغزة مستمرة والحرب بالبحر الأحمر كمان والمنطقة كلها عم تغلي كأنها على كفع فريد لبنان والمنطقة بين احتمالات السلم والحرب الشاملة عنوان حلقتنا اليوم وفيها نستضيف الصحافة والكاتب السياسي غسان جواد اللي رح نقرأ معه خريطة الحاضر ورح نرسم سوا احتمالات خريطة المستقبل أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة من بلا مورفين بالشارقية مثل ما سميتها أنت اليوم نحنا جي للحرب يعني بس بأن اعتلاء نحنا وطن واحد بس بالحرب كنت تستخدم هذه المفردات بعض الناس بعضهم بيستخدموه للأسف مع الأسف نعم بس أنا على قناعة تامة أنه نحنا وطن واحد وبأعتقد منطقة بهذا الاتجاه أيضا منطقة السياسي هلا رح نشوف اليوم الأمير العام لحزب الله بيقول أن الرد سيكون قوي وقتالنا بلا ثقوف وحدود كيف تترجم هذه على الأرض؟ الفكرة هي من يوم بدأت أحداث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى كان هناك انخراط من قبل حزب الله في هذه المواجهة لأسباب متعلقة بدعم غزة ولأسباب متعلقة بأنه ترك غزة وإعطاء العدو فرصة للقضاء على المقاومة بغزة سيؤدي حكما إلى الانتقال إلى جبهة لبنان وخاضت المقاومة على مساحة 100 كم مواجهة جيدة جدا مع العدو كبدته خسائر استنزفت أوتو جعلت شتتت قوى الجيش العدو وأيضا يعني جعلت من هذه المواجهة فرصة مثل ما قال سمحت سيد مؤخرا لمحاولة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة بعد ما تنتهي الحرب يعني بترتيبات معينة سياسية هل هي الفرصة للتفاوض ومع مين؟ فرصة أكيد لاحقا بس كنت عم أقول جوابا على السؤال بأنه بعد اغتيال العروري ببيروت الشهيد صالح العروري كان هناك شكل من أشكال التمادي الإسرائيلي والدخول إلى العمق اللبناني ومش بس العمق اللبناني فاتو على صمت المقاومة على عمق المقاومة اللبنانية الضحية معروف لبنان عاصمة المقاومة نعم وبالتالي الحزب أو المقاومة وسمحت السيد طلع بمعادلة أنه نحن حرد وإذا أنتوا بكن ترتبوا على هذا الرد اعتداء على لبنان نحن جاهزون لكي ندخل بمعركة من دون ثقوف وأنا برأي كل شي بتعمله المقاومات ببلادنا هو لرد العدوان ومنع الحرب وليس الاستدراجة وهي المشهد اليوم اللي عم نشوفه بلبنان هو هذا هو المشهد اللي يعني بننظر له عموما اللي هو أنه المقاومات ما بتستدعي الحرب بس المقاومات بتدافع لما بصير فيه عدوان اليوم بإسرائيل فيه حكومة متطرفة من وقت إجت نحن عم نقدر أنه بدأ تاخد المنطقة مشكلة بس مش هيده هو السبب اللي مخلى حزب الله عنده صلاح وعلى الحدود الجنوبية ليش بس من حكومة يعني أنه هلأ هاي الحكومة لا وجود العدو والاحتلال هو اللي أدى إلى نشأة المقاومة طيب اليوم ثلاث مرات من وقت حرب الطفان الأقصى لليوم نشوف ثلاث مرات طلع سيد نصر الله بخطاب هن زيتهن المفردات هن زيتهن كلمات سنرد وراح نروح للإخ طيب نحن أكيد المنطقة بالنهاية تتجنب الحرب ولكن كيف سيرد حسن أسر؟ رد مبارح على قاعدة جوية بتأمن استخبارات وأحداثيات استخبارية للطيران الإسرائيلي الأمر اللي يعني ربما تكون حتى هذه القاعدة تعطي معطيات في الاغتيال في هذا الاغتيال أو غيره فجرى ضرب القاعدة بالستين صاروخ وأسمته المقاومة هذا هو الرد الأول بس أنا اللي أخفيكي بأنه إيه المقاومة من لحظة دخولها عملت تقدير موقف أنه ما تترك غزة وتبعت رسالة قوية للعدو بس بنفس الوقت تاخد معين الاعتبار واقع البلد والمشكلة هن اللي عم نواجهها من ما يلي حدا بيزايد عليكي أنه ولو تركته وما عم بتقاتله بالوقت اللي انت صار عندك حوالي 150 شهيد ارتقوا بهذه المواجهة من ما يلي تاني حدا بيقلك وكنت فوتوا لبنان بمصيبة يعني الحزب الله لا مخلص إذا حارب ولا مخلص معه إذا ما حارب مع العلم أنه عم بحارب تب ليه حزب الله اليوم عم يعمل بيئة حاضنة لحركة حمس بلبنان؟ ما عم يعمل بيئة حاضنة ما المخيمات موجودة وحركات المقاومة الموجودة بس اليوم العروري اختيل بنص الضاحية الجنوبية فيه تاريخية من التسعينات موجودة قيادات للمقاومة الفلسطينية بس بدون ليه ما عامل حزب الله مثل قطر؟ انه اليوم جنبونا انه يصير في هيدا الاختيالات بالتفاوض ليش هاي عبدوا التفاوض كرمل هيك؟ يعني احنا عم نحكي عن دولة ودولة بعيدة ولديها ارتباط بأمريكا وعلاقات يعني اقليمية ودولية وعم نحكي عن حركة مقاومة بس لوم حزب الله عنده علاقات قوية مع ايران ويران عم تامل تفاوض مع قطر وأمريكا والكل تماما بس لنرجع لليش العروري بالضاحي تاريخيا من التسعينات فيه قيادات للمقاومة الفلسطينية بالضاحي ولكن ما في المظاهر المسلحة والمكاتب والمرافقة والارفتي والمسلحين بالشارع بس اكيد سيد حسن نصر الله بيعرف انه العروري هو مهندس التفاوض الأقصى ليش خلى يعني ليش اخذ هيدا ريف هدا تقدير الموقف عند القيادة المقاومة الفلسطينية وليس عند حزب الله لا يعلم كمان لا اكيد ما بيعرف ما بيعرف من هو العروري بيعرف بس ما بيعرف حركته بالضاحي يعني مش هلقدي مسكين ما بيعرف انه هو نائب بلا 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 شو بقول حركته بالضاحي منا تحت سيطرة الحزب صار يبدو نالوا منه غلطة الاسرائيلية ببعد يمكن طيران مسير بغلطة ما بعرف يعني ما بعرف كيف ولكن حزب الله كحزب الله لا يتحكم بحركته على الارض عنده مرافقته الفلسطينيه اللي استشهدوا معه ربما ايضا وبعض التنصيق مع القوى اللبنانية منها الجماعة الاسلامية لهي يعني بمرجعيتهم الفكرية الجماعة الاسلامية وحماس هن راب من فكر الاخوان المسلمين تب اليوم ليش حزب الله هم ياخد دور الدولة اللبنانية بالتفاوض مش هم ياخد دور الدولة اللبنانية ولا باحث عن ان ياخد دور الدولة اللبنانية والاقليمية اقتضي بذلك لما اسرائيل 17-18 سنة عم تخرق الـ 17-01 برا وبحرا وجوان ما كان حدا عم يحكي ولكن بعد عدة تخسابات ليش ليش ما كان حدا عم يحكي كان ولكن عم يحكي لا ما كان حدا عم يحكي أبدا؟ لا ما كان في يعني هيك مثل حملات كانت هيدي عنوان الانتخابات النيابية 2020 لبعض القوى مين هني؟ تطبيق القرارات الدولية 15-18-01 تطبيق هن بيعتبروا من ناحية حزب الله لهودي الشعارات الانتخابية ما جرب حدسيك لإسرائيل نكيل تمنوصل لهم انه اليوم هيدي زريعة عم نعطي زريعة لإسرائيل انها تضرب لبنان ما بدا زريعة لإسرائيل تاريخيا ما بدا زريعة كانت تعمل اللي بدها وهلأ ما بدا زريعة يعني بالوقت اللي بتلاقي انه فرصتها أمريكيا انها تعمل حرب تعملها يمكن اللي عمللهم شوية فرمالة وفرمالة لحد هلأ ما بنعرف بعدين هو الأمريكاني نعم يعني لا حزب الله لا يأخذ دورة دولة بال2006 الدولة فاوضت بالترسيم الحدود الدولة فاوضت من هي الدولة السجاء خاصة؟ من هي الدولة؟ الدولة المكونات اللبنانية مين هي؟ من الدولة؟ حاليا؟ مين مستلم الدولة؟ مين قرار استلم الحرب بإيده؟ هلأ هيدا ملف لا هيدا من الملفات؟ ملف سيادي هيدا بس مش كل الدولة مش كل الملف بإيد حزب الله يعني الدولة اللبنانية فيها رئيس حكومي ورئيس مجلس نيابي ورئيس جمهوري أليس هو الأمر يعني ما بيصير فيه مثلا يوم تبديل أدوار ستنا فيه كلام بيطلع أنه حزب الله حاكم لبنان هو غير صحيح وبيطلع أكتر من النموذج يومي بيأكد للبنانيين أنه حزب الله مش حاكم لبنان أوكي حزب الله عنده نفوذ عنده تأثير عنده الفيتو على كتير من الأمور وحزب قوي بس مش حاكم لبنان مش حاكم في كتير أشياء صارت مؤخرا يعني حزب الله ما كان راضي عنه وصارت مثل التمديد لقائد الجيش؟ لا بمعزل عنه هل كان راضي عنه؟ حزب الله موقف وأنا ذلك كان إما التعيين وإما تمديد لأنه البلد ما لازم ينترك والجيش ما لازم ينترك بلا قائد جيش بيظل الحرب اللي عم نخوضه فحزب الله مش حاكم لبنان لا حزب الله طرف قوي كتير بلبنان وقابل للتفاهمات والتسويات على فكرة لأنه مش آخذ قرار أنه يعني يصرف نفوذ بالداخل ويحكم أصلا هو يدرك أن الحكم في لبنان هو مقتل للمقاوم مقتل الحكم أنه يصير كل شي عكتافه هلأ الشراكة بالحكم هي جزء من الحماية للمقاومة بس اليوم عم نوصل لمحال الكل عم يحكي أنه عم يوصل حزب الله لمحال يؤكد حكمه على لبنان بتطبيق جزئي لـ 1701 بشان هيك عم يدعي للتفاوض وبيقدر أنه يصير قبضته أكثر على لبنان بطريقة شرعية لا من خلال انتخاب سامية فرنجية رئيس الجمهورية نشوف مبارح أنه رئيس بره عم يدعي بضي يدعي لجلسة لهذا بهذا الخصوص برأي أول شي ملف رئيس الجمهورية صار مرتبط بالتطورات الإقليمية والغزوية يعني الميدان بغزة وانعكساته على لبنان هلأ رح نحكي في الأشخاص وبعتد أن المؤشرات اليوم مانا سلبية كثير هلأ هي خمسين بخمسين إذا واحد بدو يحق خمسين بخمسين لسؤال حين مؤشرات موضوع سليمان فرنجية اليوم نعم أنه سليمان فرنجية لا يزال اسم مطروح بقوة إذا الأمور امتهت بغزة وعلى مستوى المنطقة بالتوازنات معي بيقتنع جبران باسيل وبيمشي بالموضوع ممكن ما بعرف منا سأل جبران باسيل أنا شخصيا فتحته بالموضوع وما حصيته يعني مش من زمان فتحته ما كان كتير محمس من بعد تمديد قائد الجيش أو قبل؟ قبل بشوي بس من بعد طفان الأقصى كيف اليوم العلاقة بين جبران باسيل وحزب الله؟ منيحة بس يعني جيدة بس لا تشوبة حرارة هيك يعني في منيحة بس في خلافات بمحلات وفي اتفاق بمحلات هني متفقين اليوم على عناوين معينة أهم دعم التيار للمقاومة مثلا هيدا ملف كتير مهم وكتير بيريح المقاومة بلبناء في ملفات داخلية مختلفين على مقاربتها يعني الحزب وجه تنظره لإلى شيء جبران وجه تنظره لإلى شيء والتيار وهون الحزب ما بيطلع بيعاير التيار بيقولهم أنه أنتوا ما بتكون الدولة لأنه ما عم تشوفوه على طريقتي بس أحيانا التيار عم بيقولوا للحزب هيدا هيدا اللغة يعني بعايروا الحزب؟ بعايروا الحزب؟ ومن ثم انفجار المرفق والمصارف والابنوكي فمش حزب الله لازم يسأل عن الدولة اليوم مين هرّلت؟ مين؟ مين؟ هذا هو جزء لا يتجدأ من هذه الدولة كان موجود بكل المعارض صحيح بالسلطة، مش الدولة هو كان جزء من السلطة دولة هي السلطة ولكن الدولة مين حصرها ومين وقعها ومين تعبها ومين؟ القوى الخارجية اللي كانت عم تستفيد من حدث 17 تشهر سنتو اليوم عم تحكوا مع القوى الخارجية أخر شيء شو واحد بيعزوا الحال وأكيد ببي يحكي مع كل العالم هيدا يعني تعلمتوا بعد كل هيدا اللي قطع فيه لبنان انه يجب ان يكون مفتوح منفتحين للجميع اهمية هاي المقاومة أنا برأييه انه بقدر ما بتعطي بعض النقوية انه عنده محلة سياسي وعنده محلة العقلانية والعقل وهيدا بيم كمان بكتير من المحلات بعد 17 تشهرين وبعد انفجار المرفق مين اجا قال نحنا موانا نعطي الدولة اللبنانية موانا نساعد مين ساهم انه قضي بيزار يقدر يجيب المطلوبين مين اجا قالك اسوال اتفضل يجاوبين انا اذا بدك تجي انا انا بقولك شعب اللبناني هو ساهم لا يقدر يلملم بعد الانفجار ام اقول وقته اجه الغرب اجه الرئيس الفرنسي بقولهم ما حنعطي الدولة منعطي الجامعيات لانه الدولة فاستي فاذا السلطة فاستي مش الدولة الدولة هيكل معنا ولقلنا جميعا ما كان لازم نوصله لها اللي يبصد بس معنا دولة وبعد 17-20 جرى استثمار بهذا الجانب هلا ما بيتذكروا الدولة الا ما بصير شي بالجنوب الدولة هي اكتر من ملافستنا مش بس ملاف الداخلي وهو مهام انا بفهم اليوم اذا فيه godfather بيكون مقصة من المهام ما بيجي على كل خبرية ايها الاخطاء اللي بيننظره لحزب الله لازم كل حدا يتحمل مسؤوليته الانسان بس ما يعرف الطرف الاخر مضبوط بيعمل عنه افكار انطباعي انطباعات يعني مثلا انا ما بعرف لاقول بوتين مضبوط بصير بعمل انطباعات بقرأ اخبار كذا وبعمل فكرة انا بكونا بدون ما اعرفه الناس ما بتعرف حزب الله انت عم تحكي بطباوية انا بش هيك الامور اليوم في اداء هوي القوة السيسية بيعرفوا استعداد حزب الله ايه بس انت عم تحكي عن انت جار المرفق وعم تحكي عن التدهور والثورة انه من اليوم منع القاضي بيطار انه يكمل بالتحقيق هدا ملف التحقيق عم بقول ملف الدولي عنا وجهة نظر بملف التحقيق و بكيف كان عم يتوجه ملف التحقيق و كيف اجا شهود على التليفزيونات وصار يقولوا انا حملت على ظهري ما بعرف شو لحزب الله بتتذكري يعني صار فيه توجيه للتحقيق هدا ملف غير ملف الدولي دولي كدولي عموما جرى انهياره جرى هندسة الانهيار بعد 17 تشرين اللي انا ما عمقول انه هون الناس اللي نزلوا على الشارع عموما الاوادم الطيبين اللي بدهم بلد بدهم وطن انه هون هون الناس لا في ناس استثمرت مثل ما صار بليبيا وفي ناس عملت نواب على ظهر هون العالم ايه اكيد ورفعوا شعرات كبيرة وعملوا لهم خيبة امل محلها وانا بقول هلا هدا اللي عم بصير نحنا كنا قاعدين بستاتيكو القاتل قبل طوفان الاقصى نحنا اليوم وين عم بقلك كنا بستاتيكو القاتل قبل طوفان الاقصى المنطقة براحت ع تبريد وتطبيع من ميلي الايرانية والسعودية عم يحكوا وبلش ينعكس هالشي على كتير ملفات منا مثلا دعوة الرئيس بشار الاسد الى القمة العربية منا تبريد الواقع باليمن منا كتير ملفات لبنان كان هيك قاعد لا رئيس جمهورية ازمة اقتصادية ما في كهرباء ما في ماء ما في وجزء من عدم الوصول الى التسوية ليس فقط القوى المحلية لقاتل حالة جزء مننا ومنا حزب الله قاتل حالة لتسوية محلية جزء مننا قوى الدولية على حساب على توقيتها بدت تفاهم لما تقول تسوية محلية قاتل حالة كيف بدا تصير هلا بنحكي عنا بس بدي اقول جملة بعد بسياق يعني كيف ممكن استفيد مما جرى فاجت احداث طفان الاقصى لتعجل لتسرع عجلة التاريخ متل ما بيقولوا هلا صار فيه فرصة والامريكان عم يتحركوا وغيرهم ليه محاولة انه بعد احداث غزة الروعة تفاهمات ليس فقط على مستوى اعادة يعني بعض المناطق المحتلة من العدو الى لبنان بالجنوب او النقاط المتحفظ عليها او غيره لا روعة تسوية نرجع نلم البلد نلم البلد ننتخي برئيس جمهورية نعمل حكومة نعزز الاقتصاد واكتر من هيك بس اليوم ربط هيدا الموضوع سيد ناصر الله بحرب بغزة بانتهاء الحرب بغزة ربطه بانتهاء الحرب بغزة هل فيه تطمينات لهيدا الموضوع او هل هناك تقاطع اسرائيلي امريكي اوروبي وايضا عربي لتفكيك التركيبة العسكرية لحماس هلا نتائجها بغزة وانعكساتها هون لا شك يعني ما حدا بيقدر يعمل تسويه مقطعيه اليوم اليوم المنطقة كلها مسرح عمليات واحد اذا بتلاحظي من اليمن الى العراق الى لبنان الى سوريا الى فلسطين فانا استبعد الامكانية قيام تسويه مقطعيه انه هيك نعمل تسويه فقط للبنان وانسقطه على لبنان بالتسويه بتكون بوقف اطلاق النار والشروع بالتفاوض واعطاء مكتسبات سياسية للفلسطينيين يعني ما يرجعون الى مكان وضعهم قبل السبع اكتوبر حصار وتنكيل واعتقالات وما بدون يعطوهم شيء واثنين ساعتها بلبنان بصير في امكانية للدول اللبنانية هل ممكن يرجعوا فوتون على لبنان؟ هل هذا مطروح؟ لا لا مفيش حتى يعني اخراج قيادات من غزة هدا غير مطروح هن عند القيادات الفلسطينية غير مطروح هلا اما اذا بدون هجروا الناس هاي بتاخدها حرب كبيرة يعني صعبة صعب تهجير الناس مثل 48 40 اليوم يعني اما اذا حضرتك هم تسألي اذا قيادات فلسطينية بدأ تطلع من غزة لا هن ما هيطلعوا من لبنان كيف يعني من لبنان؟ من لبنان هل رح يفضي السيد الضاحية او الاماكن اللي هو محكم السيطرة عليها؟ في وجود سياسي وامني للمقاومة الفلسطينية بالضاحية اما المخيمات فهي ليست تحت سلطة حزب الله المخيمات هي ترتيباتها الخاصة من ايام اتفاق الطائف تحت سلطة مين؟ لا المخيمات تحت سلطة الفلسطينية والجيش الجيش ما بيقدر يفوت لجوه بس الجيش من بره ومخابرات الجيش عندها قدرة يعني اي واحد تطلبه بالتفاوم مع القوى الفلسطينية بتجيبه بس عم نقول بالضاحي القيادات الفلسطينية اللي اليوم موجودة موجودة سياسيا وعالميا وبعد اغتيال العروري ما عد فينا نحكي عن قيادات صف اول ربما في كوادر صف اول بس ما عد فينا نحكي عن قيادات صف اول اليوم اليوم عم نسمع بزيارة لابلينكين للمنطقة وحوكشتين اللي كانوا توقع عم بارح اجتماع مع الياس بوصعب بروما لوين بده توضي هاي هل تشوفها تنجح؟ يعني في ملفان الامريكي انا عم بيشتغله متل ما عم بيقول وهو من ميلي انه يمنعوا الحرب هاي الادارة الامريكية يعني ويمنعوا توصع الحرب بس منع توصع الحرب بحسب منطقهم هو ليعطاء اسرائيل بيئة مريحة لكي تستكمل مهمتها بغزي واثنان يعني التفاهم السياسي حول النقاط المختلف عليها والترسيم ما يسمى الترسيم البري نحن يمكن ما نسميه ترسيم هو نحن العودة الى حدودنا في نقاط متحفز على 13 نقطة وفي مزارع الشبعة والغجر والماري وغيره من الامور هلا اذا الدولة اللبنانية والدولة ربما تكون بها السياق مع الامريكان بدهم يخوضوا هذا السياق يعني فكرة تحديد الحدود وترتب حزب الله ما بعتدد يكون عنده ممانعة بس احنا منشوف انه اليوم الحزب ما عنده مشكلة انه يتدخل الشيطان الاقوى كما هو بيسميه امريكا بهذا الموضوع ولكن من قبل كانت في حملة على الامريكان هل هيدا على كارت يعني؟ ده ليش على كارت انت حتى لما تكوني بحرب مع حدا بكون فيه سياسي حتى الحرب اللي ما فيها يعني اي اي صداقة فيها خطوط للسياسي وللابعاد الانسانية وغيره حزب الله ما بفوض الامريكان بشكل مباشر ولا مرة اكيد سروق ايران لا 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 ايران او قطر اللي هي منتبه يعني اذا اعتبرنا الايراني بدي تفوض مع الامريكاني بتفوض عبر القطرية عبر الاومانية عبر السويسرية يعني السفارة السويسرية بايران هي اللي بترعى المصالح الامريكية بدل السفار الامريكية شفنا اليوم اما حزب الله ما بيحكي مع الامريكان بس اليوم سيد نصر الله حياد ايران من المعادل بس اكيد انه بينخرد بتسويات اكيد حزب الله بينخرد بتفاهمات وتسويات متل ما قلنا هو قوة عاقلة متل ما عنده بعد مقاومة عنده محل للسياسة وهذا الشي منيح اليوم بنعم املا هل كان طفان الاقصى انقلاب من حماس العسكرية على حماس السياسية ما بعرف لا ما بعتقد انه حماس سياسية كانت بمحل ضد انه ينعمل عملية يستعاد الاسرة بس السؤال هل حماس العسكرية والسياسية كانو هل قد بيعتبروا الله بدو يوفقهم بالعملية وتوفقوا كتير يعني هادا سؤال كانت ضربة لا اسرائيل طبعا وتوفقوا كتير بالعملية لا انه بدربة واحدة شلنا مما يسمى مدنيين قتلين مئة وخمسين عسكري بهاي العملية او مئة وسبعين عسكري غير لأسرون وغير المدنيين اللي هن بوجهة نظري انا كلهم مستوطنين يعني ما فيك كتير تفرق بيناتهم حتى البنات بيخدموا بالجيش الاسرائيلي فبالتالي هن الله وفقهم بطريقة العملية اجت كتير كبيرة ونقلت المنطقة وفلسطين على مستوى غزة على مستوى اخر ننتظر نتائج الميدان على دمار ايضا اهن نقلت الى مستوى يعني ونتانياو حكومته بدعم امريكي عم بيجربوا يعملوا غزة منطقة غير قابلة الى الحياة هادي استراتيجيتهم باقي جرامه طبعا برأي هاي استراتيجيتهم يعني بيجعلوا المنطقة غزة غير قابلة للحياة اذا هجروا نص الناس بشكل طوعي بشكل طوعي يعني بكرة اذا صار فيه لا سمح الله امراض او اوبئة او اذا صار فيه طولة الحرب بطل فيه اماكن ايواء مظبوط غيرها بتصير الناس تدريجيا تظهر طوعيا يعني هو هيك عم بخط بس كيف بدون يظهروا اذا مسكر عليهم من ميلة سينة يعني هو السؤال لبنان ما فيه حدود مع غزة اصلا ما عنا حدود مع غزة عنده انا حدود مع سينة يعني يمكن يجي لحظة تصير من الفضائل انك تطلعيهم يعني اذا صار فيه مشكل خدماتي وصحي وغيره انا برأيه انا برأيه ترك الامور بدون معالجة سريعة وانه ما فيه وقت لانتهاء الحرب ولا فيه ميه ولا فيه بنا تحتية ولا صرف صحي ولا خدمات بده يصير الحياة صعبة كتير جوا بكونوا هني حكما خلوا نص او تلت الناس او ما بعرف قديه من الناس يظهروا طوعيا يعني فيه ناس عنده ارايب بره فيه كتير من الاعتبارات اليوم منشوف انه الاهالي عم يهجموا على قوة اليونفل بالجنوب هالهيدي بامرة حزب الله او هني مزعجين منهم او فعلا اليونفل قوات اليونفل هي شوكة عند حزب الله بعد التضحيات اللي قدموها اهل الجنوب وبعد عايسهم للاحتلال لفترة طويلة عندهم مشكلة مع الاجانب اكيد لسيما لما بيكون فيه تمادي من بعض الاجانب يعني انا عايشت بعض التفاصيل مرة طلعنا على ارض لبنانية وكيف اجوا وقفوا بوجنا وبدوا يمنعونا نقرب طبعا هني بيعتبروا انه عم يمنعونا نقرب عشان ما يصير احتكاك مع العدو بمنطقة جنوبية متقدمة وغيرها بس هالمشهد عم جد مزعج لأي وطني لبناني هلا احيانا بيفوتوا على بعض الاحياء وعلى بعض القرى بشكل بنائز فبصير فيه تصدي لهم من اهل الضيعة اللي هن معيدي المقاومة بس نشوف كثير زيجات صارت بين قوى اليونفل والصبايا الجنوبية اه صحيح بس هن معروف انه الموجودين هنيك شو البنائز بالموضوع هن موجودين بمراسل موجودين بكون الجيش معهم بيتحركوا الجيش معهم والدرك يمكن معهم القوة اللبنانية المشتركة بالجنوب بس انه تحركوا لحاله بكونوا عم بصوروا شي للمقاومة غيروا هيدا اللي الناس بتتحرك وبتوقف بتتصدى له لما بيتحركوا مع الجيش بكون الجيش معهم ما ولا مرة صار فيه يعني تصدي اما البعض الانساني فهيدا من 78 في منهم صاروا ولادهم شباب يعني من لما اجوا ب 78 منسمع عن زيجات وهي علاقات انسانية ما خاصة بالسياسي اليوم عم نشوف التفجير الوضع الامني بالجنوب هل يطبق القرار 1701 حزب الله او راح ينقع عنه ويلاقوا صيغة جديدة وناس جديد غير اليونفر اللي تكون هي الرادع بين الاسرائيليين والجنوبيين لا بعد انتهاء الحرب يعني ما حدا عندي مشكل بالالف سبعمية وواحد اذا التزمت في اسرائيل بصراحة يعني ومن هون انا بقول اذا اي تطوير للالف سبعمية وواحد لازم يشمع الاسرائيل لان احنا عنا بس يونيفل ما عندون هنه من الميلة التانية طبعا هيدا سؤال يطرح والترتيبات مش مال يعني ما حدا بيحكي او بباله يحكي بمنطق عزلي هيدا كلام تهجير بيعمل حرب هيدا يعني فكرة الكلام عن تهجير الناس من الجنوب لانه شو يعني المنطق العزلي بس اليوم عم نشوف في تهجير للناس من الجنوب من ورا لاصف هادي مرحلة معقتة منها يعني بيرجعوا ان شاء الله ما تطول والمسؤول عنا هو اللي عم بيعمل حرب بغزة برأيك قديرها حطا والامريكان اللي مغطيين هاي الحرب الامريكان رغم كل شي عم يحكوا صار لهم تلات تشهر تسعين يوم مغطيين هاي الحرب هلا بيختلفوا بالتفاصيل مع حكومة من يميننا تاني هوا بس بالابعاد الاستراتيجية بعضهم عم بيغطوا هاي الحرب يعني نفوت على داخل لبنان اليوم من يعيق انتخاب رئيس الجمهوري هل هو الثناء الشيعي ام هو الثناء المسيحي ما بينو بينك الصيغة اللبنانية صار بده اعادة تعريف بمكان ما هيك نستفيد مما جرى ونعمل شوية اصلاحات بالصيغة اللبنانية حتى ما نكرر تجاربنا دايما يعني هاي الاستعصاءات بتكوين السلطة مرة رئيس الجمهوري ومرة رئيس الحكومي بيقعد تسعة تشهر ما بيشكل ومرة ما بعرف شو لا نحنا صارنا باتفاق الطائف من سنة تسعة وثمانين خلونا هلا بعد ما تخلص هاي الحرب بعد هاي الاحداث الكبرى اللي ما رأنا فيها نعود كالوبنانيين نتحاور ونتفاهم حاول انا عندي اقتراح بس اليوم القعدى على الطاولة هو مشروط بانتخاب اسلامي الفرنجية رئيسان الجمهورية هلا هذا الكلام كله كان قبل الطفان الاقصد هلا لا انا عم بقول ما بعرف هلا حزب الله شعور بطل المرشح بلا بعضه بارح رئيس بالريال سامان فرنجية بس انا عم بقول يعني بعضه مشروط الاعباء بعضه مشروط لا لا صارت القصة اكبر من رئاسة الجمهورية انا عم بقول صار بدنا اعادة تعريف بس للصيغة كلها نعود نعمل تعديلات دستورية نصلح النظام ونحدد وهي الفكرة صار اللي بدي اقولها من قبل شوية هويتنا الاقتصادية نحنا عم نفقد هويتنا الاقتصادية دورنا وشخصيتنا الاقتصادية يعني من مئة سنة وبالاخر سبعين تمانين سنة كنا نقدم سياحة وخدمات وتعليم وصحة اليوم شو منقدم؟ تعليم جامعي هاو الاشياء كلها وترونزيت هاو الاشياء كلها اخذت مننا ماذا نقدم اليوم؟ ماذا يقدم اليوم؟ ماذا يقدم اليوم؟ ماذا يقدم اليوم؟ أو بطلنا النافس فيها غير تهجير ادماغة وتهجير ناس لبرا لازم نحدد هويتنا الاقتصادية ونبلش نقول نحنا بالمئة سنة المقبلة بنا نعمل كذا وكذا وكذا لنحدد هويتنا الاقتصادية مش لازم نحدد هويتنا السياسية لازم نعمل استقرار سياسي ما هي هوية لبنان اليوم؟ بقى البعض بيقول انه لبنان مخطوف من قبل حزب الله والايرانيين ودولة الفقية والبعض بيقول انه مخطوف من امريكا وحلفاء وبعض العرب وحلفاء ايضا اللي بيستخدموه لمصالحهم وليس لمصالح اللبنانيين الافضل اللي لنا كاللبنانيين متى يرجع اللبنان لبنانيا؟ ان نذهب الى اعادة تعريف الصيغة اللبنانية ومحاولة تحديد هوية اقتصادية نعمل استقرار سياسي ونحدد شو بنا نقدم بالسنوات المقبلة للمنطقة كنا نعمل ترانزيت ونعمل خدمات ونعمل سياحة وتعليم وصحة وطبابي وغيره اخذت منا ولم نعد ننافس في هذه الامور شو عنا شي نقدمو؟ في عنا امكانيات كبيرة نقدمها من ثروة النفط الى الاستثمار في التكنولوجيا والعقول هل راحترجع؟ عندك معلومات اذا راحترجع؟ برايل توقفت لاسباب سياسية بعد احداث غزة مش انو ما في غاز لا كلام كيف ما في غاز؟ كيف في بكريش غاز ومعنا غاز يعني؟ مرتبطة باللي صار بغزة وبالتطورات يعني وبتصور بقت اي حل سياسي وهون كانت الفرصة للبنان انو هالمرة مش ننطر الامريكان لا يعملوا حل على توقيتهم هني بل نسرع وطيرة الحل من يوم من بعد ما شفنا انو تمدد لقائد الجيش هل زادت حصوظه لرئاسة الجمهورية؟ هل ممكن يكون هو الشخص الثالث؟ According to Allah σε اي حصلت هل الذي يعطي мнеь حزب الله مرشح؟ حزب الله عندو مرشح على علمي بس انهم مش مش عنا المشى حال معدلة عامل معدلة برئاسة الجمهورية شو لازم يسي ولكن الزهاب إلى خيار تاني قائد الجيش أو غيره رهن بالتطورات والمرحلة المقبلية بس أكيد قائد الجيش صار مرشح مثل ما أنه سلامان فرنجيه مرشح اليوم ما يجب أن يعمل قائد الجيش في حزب الله ما بعرف ما في عداوة ما دخل الأمور بهذا بارح بالتمديد مرئ يعني ما عمل معركة حزب الله ولذلك بس زعل حليفه جبران بس موضوع ماله عليه على شخص قائد الجيش بيضلم زعله ليه زعله شو تحفظ على القرار يعني جبران ما حضر بالمرة لأنه هو ضد التمديد أو ما صوت ورفض بينما الحزب تحفظ وظهر يعني ما كانش جزء من هذا التمديد بس أهمان النصاب وخلا الرئيس بر اللي هو شريكه أنه يمشي بالموضوع بالسياسي مشيت تبديل أدوار ومعترض حزب الله تبديل أدوار دكتور سامير جارجع سامير جميل المعارضة ككل كيف تأيموا هيدا حاصرين ملف المعارضة بملف واحد وهو ملف سلاح حزب الله في حين أنه البلد فيه استفيد من وجود معارضة بكتير من الملفات اللي كانت بعض القوة من اللي حضرتك ذكرتها عم بتشارك يعني بالبلد وبالسلطة وفيها تكون من موقع المعارضة يعني عم بتساهم بمنع بعض الأمور بس أنا مركزين على ملف واحد وهيدا الملف منه الملف الوحيد المهم بلبنان يعني في ملفات تانية أهم لو بيركزوا عليها لعبة الشاعية السياسية دور بتغييب السنية السياسية كيف بتعلق أهل موضوع لعبة الدور بتغييب السنية السياسية هي الدول الإقليمية الراعي للسنية السياسية السعودية المملكة العربية السعودية بس أخدت قرار الانكفاء كل الحلفاء اللي كانوا محسوبين عليها ولسيما الزعيم السني الكبير يعني الرئيس سعد الحريري هني قرروا الشعية السياسية ما لعبة الدور وهي المتهمة بمقتل رفاق الحريري بأي معنى لعبة الدور هي طلبت من رئيس الحريري لا بس انه همى شطن ورئيس الحريري احدا بالنظام ما احدا بيقدر يهمش السنة بالنظام اقوى شي رئيس اليوم اين السنة اليوم كيف يوم بتنظر لسنة فكرة بما انك فتحتي الموضوع انا وجهة نظري الجزء من عدم الاستقرار وعدم التوازن بلبنان هو غياب السنية السياسية عن المشهد لانه المشهد اللبناني بغياب اي طرف من الاطراف ما بيكون مستقيم وما بيعمل استقرار بالتسعينات غياب المسيحيين ما بيعمل استقرار بالغياب السنة ما بيعمل استقرار ايه لبنان بحاجة لكل مكونات وكل مكونات واليوم عدم الاستقرار وعدم التوازن بكل مكوناتو خاضعة للاقوي او فيكون في عندن مستيحة فرق وعن بيقلهم العالم طب بديمشيكم بالعصاية يعني هذا لبنان وكلنا بنعرف ما حدا بيقدر يحكم حدا اذا اليوم القضاء مغيب مين بيحكم بالمنين خلونا نروح نقعد كلنا ونعمل دولة وقضاء وكل شيء وحتلاقوا حزب الله الدام اللي بدون يعملوا دولة مش وراهم كيف بتأيم اليوم اداء تيمور جنبلاط بتوسعه باداءه بس لنرجع للسنية السياسية تفضل السنية السياسية غيابة اليوم ليس متصل بموازين القوة بالبلد بل متصل بحسابات القوة الدولية واللي اخذ القرار هو الرئيس سعد الحريري لأسباب يدركها هو وحسابات بينه وبين المملكة العربية السعودية وبالتالي كل البلد بيعرفها وكل الطائف السنية اليوم تعرف انه فيه فراغ لازم يتعبى لأسباب وطنية ولأسباب يعني اسلامية وعروبية اليوم كيف بتأيم العلاقة بين حزب الله وتيمور جنبلاط اما ما عندي مني امتابعة بصراحة بس عمليا العلاقة مع الحزب التقدم الاشتراكي منظمة بيختلفوا بملفات بيتفقوا بملفات بس فيه تنظيم للخلاف بما يخدم الاستقرار والتعاون بالحدود اللي بتفيد الطرفان يعني بتفيد البلد ما فيه ازمة يعني بهالجانب وموقف وليد جنبلاط والحزب التقدمي وتيمور جنبلاط من الحرب في الجنوب كان مهم ومريح وجيد اليوم نشوف انه هناك مذاكرة توقيف بحق رياض سلامة مذاكرة توقيف دولية وشوفني عندي تقبل تعازي من جمعة وهو ما زاله طاليقا يوم كيف بتلاقي كيف تعلق هالموضوع؟ جمهورية سلفادور دالي السوريالية باعلى معانيها والغرابة مين بيحمر رياض سلامة؟ السلطة كلها الدولة العميقة هو جزء مننا الدولة العميقة اللي حكمت البلد خلال 30 سنة هو جزء مننا بتعرفي مين الدولة العميقة بلبنان؟ مين؟ الطواقف والمصارف الطواقف والمصارف بس مين بيحمي الطواقف والمصارف؟ مين قيم على الطواقف؟ طبعا طواقف فعالي بالدولة اللي عميها اكتر من طواقف تاني طبعا وفي مصارف ايضا فعالي اكتر وهذا بيّن بعد 17-30 ومنشوف في مصارف مخصة بالدولة فاتحة على حسابها ومنشوف انه بيّن بعد 17-30 تركيبة التحتية للبلد وكيف مشبكي الامور من هلا وبالراح لازم نعمل تشريعات نستفيد من التجربة فينا نعمل بلد ياخي والله فينا نعمل بلد التشريعات من ضمنها انه اذا بدك تشتغل بالسياسي ممنوع تكون شريك ببانك وعمل بزنس بلبنان على الاقل ياخي اذا بدك تشتغل بزنس اشتغل برا بلبنان اللي بدو يتعطى الشأن العام ما يتعطى بزنس ويكون شريك ببانك هون وهيدا القاضي صاحبه وهيدا ما بعرف صاحبه هيك التركيبة بتمنع المحاسبة بلد صغير كل الناس بخلقة بعضه يوميه بتمنع المحاسبة وبتعزز المحسوبيات وتمرق الامور ومرق لي بمرقلك وفينا نطور النظام يعني حتى تطويره على ثلاثة مستويات من دون الخروج من الطائف ولكن الطائف لم يطبق بولا بدون الخروج فينا نبقى بالطائف ونطبق الإصلاحها لماذا لم يطبق الطائف لليوم؟ الإصلاح السياسي والمجلس النياني طب لم أتطبق لليوم؟ الإصلاح السياسي والغاء الطائفية السياسية مجلس شيوخ يرعى لمسألة الطائف ومصالحها ولا مركزية إدارية نتفق على مستواها كلبنانيين جميعا هوتلت اشي بيمشوا مع بعض هلا مشكلتنا بلبنان بيطلع الطرف بيقول بنا الغاء الطائفية السياسية بنائز المسيحية بيطلع المسيحية شو بيقوله بنا اللامركزية الموسعة بنائزه الإسلام الفكرة ببساطة هول إصلاحات مع بعضهم لماذا بتطبق اللامركزية؟ طالعا ما حكيت فيها هم نقول انه لازم يتطبقوا الإصلاحات مع بعض بيريحوا كل الناس بتدفع على المناطق مش مظبوط أنا ديك اليوم ركزت عليها كتير يعني مثلا بالجنوب نسبة الجباية من أعلى المحافظات بلبنان الجنوب بيطلع لك بيقولك بتدفعوش درايب أنا عمي بيشتغل بالجباية طب ببيروت ببعض المكان أكيد فيه أماكن ما فيه جباية لماذا؟ هيا مجنع بس متعلقة باللمركزية هيا متعلقة بفشل المؤسسة كهرباء لبنان فشل الدولة بمؤسسة كهرباء لبنان الصلاحات اللي عم بيحكي عنها بتمشي مع بعض بيمشوا الغاء الطائفية سياسية مجلس الشيوخ ولا مركزية إدارية هيك بتريح كل الناس يوم سؤال أخير لننهي هل ممكن أنه يطلع الرئيس بري من عباقة حزب الله لا يرجع يستعيد دوره الأول عند الشيعة؟ هو ليس بعباقة حزب الله هو شريك لحزب الله هو حركة أمل والرئيس نبيه بري مش لاجئين عند حزب الله بالسياسي عندهم عصب وعندهم جمهورهم وعندهم حركتهم وتاريخهم السياسي وهم ليسوا مستولدين من كنف حزب الله هم الطرف فعال وحزب الله لا يقبل بأن يقال بأنه حركة أمل ملحقة هذا ما أنه منطق الكلام هم حلفاء ومداخلين بكثير من الأمور المشتركة أما القول بأنه هم يكنف حزب الله غير صحيح ولا يعكس الواقع على الأرض الواقع على الأرض عندهم عصب وعندهم ناخبين وعندهم بلديات وعندهم حزب كبير وتاريخ كبير برأيك لبنان سيدفع ثمن الحرب حرب غزة أو رح نروع على السلم ما نقوم به يعني ما تقوم به المقاومة هو محاول لمنع تدفيع لبنان هذا السمن في لعبة الأمم الكبرى والأيام المقبلة إن شاء الله بتحمل تفاهمات وتسويات وما بنروع على الحرب وإذا المنطقة راح تعشق من الاستقرار راح يكون استقرار طويل ومديد وبدل ما كنا ننطر سنوات لنلم البلد ممكن اللي صار بغزة يعجل يسرع عجلة التاريخ ويخلينا نوصل للتفاهمات واستقرار ونهوض سريعا خلال أشهر وسنوات سمتان ثلاث إن شاء الله نرحب بحضرتك استيد غسان جواد أهلا وسهلا فيك ببرنامج جبل أمرفين مشاهدينا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من الآيكون ومع ضيف جديد تصبحوا على خير